اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفن الصناعي تخصص سيارات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة وبداية عايز اقول الف الف مليون مبروك لطلابي اللي ربنا وفقهم ونجحهم في الدور الاول وربنا اكرمهم بمجموع كبير عشان يدخلوا به الجامعة وهارد لك للطلاب اللي لم يوفقوا وان شاء الله الجاية افضل فاحنا نشد حلنا ان شاء الله احنا النهاردة بنراجع مادة محركات للصف الثالث تخصص سيارات ياريت نكون جاهزين كده بورقة وقلم عشان اللي عنده دور تاني يكون جاهز للمادة ان شاء الله تعالوا بينا نبدأ الحلقة ونشوف اول سؤال عندنا بيقول اول سؤال عندي بيقول لي ضع علامة صحة او خطأ امام العبارة الصحيحة احنا اشتغلنا المادة دي قبل كده اكتر من مرة ومادة المحركات من المواد السهلة جدا جدا على اي طالب تخصص سيارات او مركبات بشكل عام تعالوا نشوف اول سؤال بيقول لي من اجزاء منظومة الغاز الطبيعي الميكسر من اجزاء منظومة الغاز الطبيعي يعني الميكسر ده جزء من اجزاء الغاز الطبيعي طيب الاجابة بتاعتي هتكون ايه الناس اللي مركزة معايا نشوف كده الاجابة بيقول لي الاجابة صح لان الميكسر جزء مهم جدا من اجزاء منظومة الغاز الطبيعي اللي هو بيخلط للهوى مع الغاز الطبيعي داخل المحرك ما هو احنا عشان نعمل احتراء لازم نخلط الهوى زي ما بنخلط الهوى بالبنزين محتاجين نخلط الهوى مع الغاز الطبيعي فالميكسر مهمته او الخلاط مهمته هو خلط الهوى مع الغاز الطبيعي ده السؤال الاول وكانت الاجابة بتاعته او كانت العبارة بتاعتي صحيحة تعالوا نشوف العبارة التانية بيقول لي العبارة التانية وظيفة الميكسر خلط الهوى بالغاز الطبيعي احنا لسه اصلا مجاوبينها في النقطة الاولى فعلا الاجابة بتاعته صح او العبارة بتاعته صحيحة لإلا المكسر هو مهمته أو وظيفته في منظومة الغاز الطبيعي هو خلط الهوى مع الغاز الطبيعي عشان يحصل عندي احتراء ولما يحصل احتراء طبعا الغازات بتاعتي بتتمدد لما بيحصل احتراء بيزيد الضغط ويزيد الحجم بتاع الغازات أو المخلوط داخل اللي هو أصبح خلاص غاز محترك فالحجم بتاعه بيزيد فبيبدأ يأثر على المكبس بتاعي عشان ينزله من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلة عشان يحرك عمود الكرانكو وبعدين العجلات بتاعتي عشان السيارة بتاعتي تتمشي تعالوا نشوف النقطة رقم 3 بيقول لي وظيفة منظومة منظم الضغط في منظومة الغاز الطبيعي رفع الضغط إلى 200 بار منظم الضغط هيرفع نخلي بالنا من الجمل ونقرأ كل كلمة فيها ونركز لأن كل كلمة لو احنا غيرنا حرف أو حطينا كلمة حضرتك مش واخد بالك منها تغير عندي معنى الجملة تماما منظم الضغط في منظومة الغاز الطبيعي نحن النهاردة بنراجع على الباب الأول والباب الثاني منظومة الغاز الطبيعي فيها جزء من الأجزاء بعد المكسر اللي احنا تكلمنا عليه فيه جزء اسمه منظم الضغط هو بيرفع الضغط لمتين بار ولا بينزل الضغط لواحد بار هنا النقطة دي مهمة يرفع ولا يخفض طيب احنا كتبينها في الجملة ايه؟ تعالوا نشوفها كده في الجملة بيقول لي رفع الضغط اذا العبارة بتاعتي دي عبارة خاطئة هو مش بيرفع ده هو بيخفض الضغط إلى الضغط الجو اللي هو واحد بار اذا منظم الضغط بتاعي الموجود في منظومة الغاز الطبيعي بيخفض الضغط اللي داخل الستوانة احنا بنرفع الضغط داخل الستوانة بنخليه متين بار ليه؟ لإلا احنا لو خلينا الضغط داخل الستوانة بالضغط الطبيعي اللي استوانة بتاعتي اللي موجودة او الخزان الموجود في العربية بتاعتك اللي شغالة بالغاز الطبيعي مش هتاخد غير واحد متر تقريبا متر مكعب فاحنا بنضغطه علشان تاخد حجم كبير من الغاز الطبيعي عشان اقدر امشي بالسيارة بتاعتي او المركبة بتاعتي مسافة كبيرة باللستوانة الصغيرة او البسيطة اللي معايا في شنطة العربية او شنطة الامتعة بتاع السيارة اذا احنا بنرفع الضغط طيب الضغط بتاعي ده لو جينا ننزله أو ندخله على الهوى ونخلطه مع الهوى بضغط 200 بار ده مش هينفع مش هيحصل خالص ومش هتشتغل معايا السيارة أو المركبة بتاعتي فاحنا لازم نعمل خفض للضغط بنخفضه عشان نخليه ضغط طبيعي زيه زي الهوى فبنخليه ضغط 1 بار مهمة منظم الضغط بقى اللي هو بيخفض يبقى العبارة بتاعتي عندي هنا خاطئة بنعمل الخفض ده ممكن نعمله على مرحلة واحدة أو مرحلتين أو تلات مرحل ننزله ل30 بار وبعدين 15 وبعدين 1 أو نعمله 30 وبعدين 1 إذن لازم نخفض الضغط بتاعي بتاعي اللي استوانا عشان نقدر نخلطه بالهوى بتاعي تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده والسؤال اللي بعد كده أو العبارة العبارة بيقول لي لزيادة قدرة المحرك الغاز لابد من بدء تشغيل المحرك على البنزين لتكوين طبقة من الكربون تكلمنا في الموضوع ده كتير جدا مع طلابي طلاب السيارات الأول احنا عايزين نشوف العبارة بتاعتي دي صح ولا غا هو عايز يرفع قدرة المحرك المحرك اللي شغال بالغاز الطبيعي فبيقول لي عشان ترفع قدرته لازم تشغل المحرك بتاعك أو المكنة على البنزين عشان تعمل لي طبقة كربون طبقة كربون ليه؟ عشان تحمي جدار الاستوانا من الكابريت عشان الكابريت ده مادة صلبة بيعمل نحر أو نقر ليه جدار الاستوانا كمان هو عنصر ناشف فبيخلي الأجزاء المتحركة أو المكبس بتاعي داخل الاستوانا بيتحرك بيبدأ يأكل في بعضه فهياكل جدار الاستوانا إنما الكربون عنصر طري فعنصر بيخلي زيه زي مش زي الزيت بزبط ولكنه بيسهل الحركة ما بين الأجزاء المتحركة فالمكبس هيتحرك داخل جدار الاستوانا وهيعمل حبك وعايزين نعرف مهمة الحبك هنا حبك جدار الاستوانا أو حبك الشمبر مع جدار الاستوانا عشان الشحنة بتاعتي ما تتهربش من ما بين الشمبر وجدار الاستوانا إذن مهم جدا أن أنا أشغل المكنة بتاعتي على البنزين عشان نعمل طبقة كربون طبقة الكربون هتحمي جدار الاستوانا دي النقطة رقم واحد النقطة رقم الاثنين هتسهل لي حركة المكبس داخل الاستوانا بتاعتي وما يحصلش عندي تآكل لي جدار الاستوانا لأن الكربون بيمنع الكابريت الكابريت ده طالع من عادم الغاز الطبيعي أما الكربون بيطلع نواتج البنزين يبقى أنا مهمة عندي النقطة دي مهمة أن أنت تكون عارفها أنت راجل خريج دبلوم سيارات أو تخصص سيارات لازم تكون عارف نواتج الاحتراق والكربون من نواتج البنزين أما الكابريت من نواتج الايه؟ من الغاز الكابريت عنصر ناشف عنصر صلب فبياكل جدار الاستوانا ويعمل لي تسلخ فيه جدار الاستوانا أما الكربون من عناصر أو نواتج احتراق البنزين وده بيعمل لي طبقة عزلة عشان يمنع الكابريت أنه يأكل جدار الاستوانا وما يحصلش نحر زي ما بنسمع من الناس يقولك الغاز الطبيعي بينحر المكان فلازم نشغل عشان كمان القدرة بتاعت المكانة بتاعته تعلى ليه؟ علشان هو عمل طبقة ويزود الحب كما بيه جدار الاستوانا والشامبر فوقه بالتالي قدرة المكانة مع نسبة الانضغاط بتاعته بتزيد إذن العبارة بتاعتي اللي قدام مني دي صحيح طيب نشوف النقطة اللي بعد كده بيقول لي من عيوب نظام الغاز الطبيعي الوزن الزائد على المحرك من الاستوانا وباقي المنظوم النقطة دي أو العبارة بتاعت دي صح أم خطأ بيقول لي من عيوب الغاز الطبيعي منظومة الغاز الطبيعي أو السيارة اللي هي تشتغل بالغاز الطبيعي إن فيه وزن زائد على المحرك هو لو أنا حطيت أي وزن زيادة في العربية ده بيأثر على المحرك الطبيعي بيأثر على المحرك ليه؟ المحرك احنا عاملينه مثلا 1300 سي سي الشركة المصمعة مصممها ان هو يشيل او يجر سيارة وزنها سين او اكس من الكيلو جرام مثلا اللي هم الاربع ركاب مع شنطة الامتاع الخفيفة جدا انا زودت عليه حطت له 100 كيلو جرام زيادة في شنطة الامتاع اللي هي اللي استوانة بتاعت الغاز حطت الميكسر وحطت باقي اجزاء منظومة الغاز فده وزن زيادة هل المحرك اللي انا مصممه ان هو مثلا يشد 600 كيلو او يجري ب600 كيلو خلتهم 700 او 720 هل ده بيأثر على المحرك؟ طبيعي بيأثر على المحرك اذا اي وزن زائد في السيارة بتاعتي اكيد هيأثر على قدرة المحرك والعمر الافتراضي التشغيلي بتاع المحرك يعني ايه العمر الافتراضي التشغيلي للمحرك؟ احنا معلش هنخرق بس هي كلها بتخدم المحركات بتاعتي العمر الافتراضي التشغيلي للمحرك ان حضرتك لو شغلت المحرك بتاعك زي ما الشركة المصنعة او المنتجة بتقول بالزبط يبقى المفروض حضرتك مثلا هي بتقولك ان انت هتتوضب او هتعمر المكنة هتعمل لها عمرة جديدة مثلا بعد 250 الف كيلو لو انت مشيت حسب تعليمات الشركة مثلا الشركة دي قالت 250 يبقى حضرتك هتعمر المكنة بعد 250 ده العمر الافتراضي التشغيلي بتاع المكنة بتاعتي طيب لو انا بقى ما التزمتش وزودت الوزن وما عملتش صيانة دورية للسيارة بتاعتي والحاجات اللي احنا ما بنهتمش بيها اللي هي المهمة جدا عشان احافظ على السيارة بتاعتي ايه اللي هيحصل العمر الافتراضي التشغيلي بتاعها هيقل يعني ايه هيقل بدل ما كان 250 كيلو هيبقى تقريبا ممكن يوصل ممكن يكون 100 الف كيلو بس ممكن يكون 150 او او المهم انه هو هيقل على 250 الف كيلو يبقى الوزن الزايد ايوة طبعا من عيوب نظام الغاز الطبيعي طب عشان نحل المشكلة دي تتحل ازاي عشان ما نقولش ان الغاز الطبيعي مش كويس او ان الناس تشتغل بالغاز الطبيعي ده شيء مش كويس لا الغاز الطبيعي من الحاجات المهمة جدا اللي الدولة كمان متجهة ليه وان احنا كلنا لازم نشتغل او نحول السيارات بتاعتنا البنزين والديزل الى غاز طبيعي طب هنحل مشكلة الوزن الزيادة ازاي ان انا ما حطش في شنطة الامتعة بتاع السيارة بتاعتي وزن زائد اي حاجة ملهاش لازمة في شنطة الامتعة نزلها من شنطة السيارة بتاعتك الحاجة التانية ان حضرتك ما تملاش تانك البنزين ما تعملوش فول تانك حط فيه اقل من النص طبعا ما تقللش نسبة البنزين جامد لكن حط فيه اقل من النص حاول بقدر المستطاع ان انت ما تحطش اي وزن ملوش اي عازة او انت مش محتاجه في السيارة بتاعتك عشان ما نعملش وزن زيادة على السيارة تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده اذا النقطة دي او العبارة دي عبارة صحيحة ان الوزن الزائد من عيوب الغاز الطبيعي كمان بيقول لي من عيوب الغاز الطبيعي نظام الغاز الطبيعي انه يستفاد من 35% فقط من الطاقة الحرارية له النقطة دي محتاجة حد يكون مذاكر كويس جدا وكان صاحي مع المهندس اللي بشرح النقطة دي احنا قلنا ان الطاقة الحرارية المستفاد منها لما شرحنا الغاز الطبيعي قلنا ان الطاقة الحرارية المستفاد منها من الغاز الطبيعي بتصل ل95% اما البنزين بيبقى 33.3 من 10 تقريبا في المية لان احنا بنقسم الحرارة المتولدة في المحرك لتلات اجزاء جزء هيطلع مع العادم وجزء يروح مع التبريد والتلت الاخير احنا بنستفاد به عشان السيارة بتاعته تتحرك او تمشي اما الغاز الطبيعي نفس الكلام بيحصل برضو درجة حرارة بتاعه لكن احنا بنستفاد من الطاقة الحرارية المتولدة من الغاز الطبيعي بنسبة 95% اذا الغاز الطبيعي افضل من البنزين في الاستفادة منه في عن البنزين يبقى العبارة بتاعتي دي خاطئة واحنا بنستفاد بنسبة 95% طيب نشوف النقطة اللي جاية بيقول لي من عيوب نظام الغاز الطبيعي انه يحتاج الى صيانة كثيرة الغاز الطبيعي بيحتاج لصيانة كتير؟ مين اللي قال كده؟ العبارة بتاعتي دي على طول عبارة خاطئة لان الغاز الطبيعي بتاعي الغاز الطبيعي اللي احنا بنشتغل به ما بيعملش رواصب كربونية ما بيكونش الزيت او ما بيأثرش على الزيت الموجود في السيارة كمان ما بيعملش اجهادات على الاجزاء المتحركة وبالتالي عمر الماكنة بتاعي بيطول يبقى الزيت بتاعي بيفضل نضيف علشان ما بيخشش عليه كربونات وبيبقى هيدرو كربونات فما بيسودش معايا بسرعة فعمره بيطول فبيحافظ على اجزاء الماكنة بيفضل الزيت اللي بيحافظ على اللزوجة بتاعته فبيحافظ على الاجزاء المتحرك كمان الاجهادات اللي طلع من الغاز الطبيعي اقلب كتير جدا على الاجزاء المتحركة في السيارة او في المحرك عن محرك البنزين او محرك الديزل اذا الغاز الطبيعي ما بيعملش اجهادات على اجزاء المحرك وبالتالي انا مش محتاج اعمل صيانة كتير اذا العبارة بتاعتي دي خاطئة كليا الغاز الطبيعي غاز امن جدا ما بيعملش اجهادات على اجزاء الماكنة بعمر زيت التزييد عمره بيطول الأجزاء المتحركة عمرها بيكون اطول العمر الافتراضي التشغيلي للمحرك بيكون اطول من محرك البنزين او محرك الديزل عشان الحاجات اللي احنا تكلمنا عليها دلوقتي اذا العبارة اللي قدام مني دي عبارة خاطئة لو حد بيسجل معايا من الشباب يريد نكتب النقاط وهل هي صحيحة ام خاطئة من عيوب نظام الغاز الطبيعي انه يحتاج الى صيانة كثيرة العبارة دي خاطئة طيب نشوف النقطة رقم ثمانية بيقول لي من عيوب نظام الغاز الطبيعي انه ليس امن احنا لسه يلنها دلوقتي حالا العبارة برضو بتاعت دي عبارة خاطئة ليه لان الغاز الطبيعي غاز امن جدا عن البنزين وليه غاز امن عن البنزين لان قبليته الاشتعال اقل من البنزين ومن الديزل كمان الكسافة بتاعته اقل والغاز ده سريع التبخر او سريع التطاير فبيطير بسرعة لطبقات الجو العليا لو حصل عندي تسريب وهو في مكان مفتوح بيتصرب على طول لطبقات الجو العليا فبيبقى صعب الاشتعال بتاعه انما لو انا في مكان في بنزين وبرضو في مكان مفتوح والبنزين انتشر في المكان بتاعي مع اقل شرارة المكان اللي انت فيه هيولع اما الغاز الطبيعي بسرعة بيبدأ يتطاير الى طبقات الجو العليا كمان هو قبليته للاشتعال بتكون ضعيفة واقل من البنزين فهو غاز امن جدا جدا عن البنزين وعن الديزل ودي من المميزات منظومة الغاز الطبيعي يبقى من مميزات منظومة الغاز الطبيعي انها امنة عن منظومات الاشتعال بالبنزين او بالديزل دي نقطة مهمة جدا 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 للناس اللي وغدا فكرة خاطئة عن منظومة الغاز الطبيعي زي ما تكلمنا برضو من فيه نقطة احنا قلناها عيوب وهي كانت عبارة خاطئة ان المحرك الغاز الطبيعي بيحتاج لان احنا نشغل بنزين الاول واحنا قلنا دي اكتر من مرة في اكتر من حلقة ان احنا بنشغل عشان نعمل طبقة حماية الجدار الاستوانة عشان الكبريت المادة الصلبة اللي بتيجي تاكل فيه جدار الاستوانة فاحنا بنشغل بنزين عشان نعمل طبقة كربون تحمي جدار الاستوانة وتعمل حبك زيادة حبك للشمبر مع جدار الاستوانة فالمكنة او المحرك الديني قدرة عالية عن محرك البنزين كمان من مميزات الغاز الطبيعي ان انا بستفيد بـ 95% من الطاقة الحرارية المتولدة عكس محرك البنزين ان انا بستفيد من 35% فقط تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده هنكتب الاسماء هنكتب اسماء الاجزاء هيجيني رسمة نكتب عليها اسماء الاجزاء تعالوا نشوف الرسمة الاولانية اللي جايالي الرسمة دي بتاعت ايه طلبة الشطار لبيزاكروم هيقول لي الرسمة دي بتاعت منظومة الغاز الطبيعي في السيارة تعالوا نعرف الاجزاء بتاعتي يبقى دي اجزاء منظومة الغاز الطبيعي النقطة رقم واحد اللي هي ده هي اللي هي ايه دي استوانة الغاز يبقى دي استوانة التخزين اللي احنا بنخزن فيها الغاز الطبيعي اللي احنا محتاجينه عشان نمشي بيمشوار اللي احنا بنرفع ضغطه تقريبا لمتين بار أو متين وعشرين بار داخل الستوانة عشان يشيل كمية كبيرة من الغاز الطبيعي عشان أقدر أمشي بالسيارة بتاعتي مسافة طويل طيب تعالوا نعرف النقطة رقم اثنين يبقى النقطة رقم واحد ودي خزان خزان الغاز وده بيكون موجود في شنطة الأمتعة السيارة اللي قدام مني سيارة ركوب عادية صغيرة فبنحط خزان الغاز في شنطة الأمتعة تعالوا نعرف النقطة رقم اتنين النقطة رقم اتنين دي مواسير التوصيل اللي هي توصل الغاز الطبيعي من الاستوانة إلى باقي منظومة الغاز الطبيعي طيب النقطة رقم ثلاثة فين النقطة رقم ثلاثة هي لو احنا شايفين الموز بيتحرك عليها النقطة رقم ثلاثة اهيت تبديء ايه النقطة رقم ثلاثة ده مبين الضغط ده اللي هيبين لضغط الاستوانة او الاستوانة عندي فيها ضغط قد ايه تمام النقطة رقم اربعة اهي النقطة رقم اربعة والنقطة رقم اربعة ديت منظم الضغط منظم الضغط ده اللي هو هيعمل ايه اللي هيجيله غاز بضغط عالي من 200 ل 220 بار من المواسير يعدي على مبين الضغط عشان يقول ان الضغط عندي مثلا 200 بار او 220 بار يخش على المنظم هنا عشان منظم الضغط قلنا هيرفع ولا يخفض ممتاز الشباب اللي مركزة معايا هيخفض الضغط بتاعي من 220 بار هينزلهولي لواحد بار او ضغط جوي عادي جدا عشان ندخله على الميكسر اللي هو رقم خمسة اللي هيخلط الهوى مع الغاز الطبيعي يبقى ده الميكسر كل ده موجود فين في حوض المكنة في الحوض بتاع السيارة من الامام بتاع المكنة اللي مش موجود عندي هنا في الحوض بتاع المكنة او تحت كبوت السيارة اللي هو الخزان مع المواسير اللي وصله لغاية هنا يبقى ثلاثة ده مبين الضغط اربعة منظم الضغط اللي هو هيقلل وخمسة الميكسر طيب ستة ده صمام التحويل صمام التحويل اللي هو بيحول من بنزين لغاز او من غاز الى بنزين تمام سبعة بلف الغاز البلف لو انا محتاج اقفل المنظومة خالص على وبعض الشركات بتحط البلف بتاعي هنا بلف عند الاستوانة كمان تمانية النقطة رقم تمانية مفتاح التحويل وده بيكون داخل السيارة قدام قائد السيارة او عند الطبلوء امام قائد السيارة عشان يكون شايفه ومنه بيشوف كمان المتبقي او كمية الغاز الموجودة داخل الاستوانة وكمان يقدر منه يقفل منظومة الغاز او يشغلها تاني يعني عشان في بدء التشغيل اوتوماتيك الشركات دلوقتي بدأت تعمل اللي هي بتركب لك منظومة الغاز السيارة اوتوماتيك بتشتغل لوحدها من خلال الكمبيوتر الموجود في السيارة بيشتغل على البنزين الاول وبعدين يحول هو اوتوماتيك بعد فترة الجهاز او السيارة نفسها بتحول على غاز المبين اللي عندي جوه ده ده لو انا مثلا عايز وصلت نهاية المشوار بتاعي وعايز اقفل بقى الغاز وخلي السيارة بتاعتي تطفي على بنزين عشان برضو تعمل طبقة كربون في النهاية فانا بطفي منه وبعدين بيبقى فيه لمبات او مبين يقول لي ان كمية الغاز الموجودة عندي في الاستوانة قد كده منها بعرف ان انا محتاج اعبي غاز او لسه معايا يكمل لي المشوار اللي انا ماشي فيه طيب تعالوا نشوف الرسمة التانية الرسمة دي برضو خاصة بمنظومة الغاز الطبيعي طب اسمها ايه؟ دي وحدة توريد وقود الغاز الطبيعي تعالوا نعرف الاجزاء هنا كده جاي من استوانة الغاز وده الصمام اللي هيقفل معايا صمام اللي هو جاي من الاستوانة ومنظم الضغط بتاعه هون نقطة رقمتين اللي هي ده منظم الضغط اللي هيقلل الضغط بتاعي قولنا من 200 لـ 220 يخليه واحد بار او ضغط جوا وبعدين منقل وقود عشان ننظفه وده صمام غالق اوتوماتيك اللي هو هيغير لي الوضع من بنزين الى غاز تمام وده منظم الضغط المنخفض لو انا هعمل هقلل الضغط بتاعي ده منظم ضغط هواة عالي لو انا هقلله من 220 لـ 30 وده ينزله لي من 30 الى 1 بار او من 15 الى 1 بار وده الميكسر اللي هو هيخلط الهوى مع الغاز الطبيعي طيب تعالوا نشوف رسمة تانية الرسمة اللي قدامي دي بيقول لي دي اجزاء مفتاح صمام الخانق اجزاء مفتاح صمام الخانق طيب تعالوا نعرف الاجزاء ده شكل صمام الخانق اهو طيب تعالوا نعرف الاجزاء بتاعتي نقطة رقم واحد نقطة رقم واحد اهيه ودي بيقول لي نقطة اتصال اللا حمل اللي هي هتتوصل النقطتين ده هم ببعض تدي لي اتصال اللا حمل اللي هو الصلانسية انت بتشغل العربية بدون تحميل يعني انت ممشيتش بيها او جريت او حد ده نقطة توصيل اللا حمل نقطة اتنين محور الخانق اللي هو هيدور حواليه الخانق ده النقطة رقم اتنين اهيه المحور بتاع اللي هيدور حواليه منه الخانق طيب نقطة رقم ثلاثة دليل المفتاح اهو نقطة رقم ثلاثة والنقطة رقم اربعة نقطة اتصال الحمل الكامل يبنى عندي نقطتين اتصال واحد اللي هي دي اللي هو سرعة الصلانسية او اللا حمل واربعة اللي هي هنا النقطتين دولا لما يتوصلوا ببعض او يتصلوا ببعض ده الحمل الكامل لما تكون ده يزدوسة كاملة على دواست الكسراتير او دواست البنزين او بتاع السيارة وبعدين خمسة الفيشة بتاعة الكهرباء بتاعتي او توصيل الكهرباء للمفتاح مفتاح صمام الخانق بتاعي تعالوا نشوف الرسمة اللي بعد كده الرسمة اللي قدام مني دي الناس اللي متابعة شوية او بتذاكر هتقول لي دي مضخة بنزين كهربائية او مضخة وقود كهربائية فكرة عملها ان احنا هنوصل طيار كهرابي زيها زي المرش بالزبط ان احنا هنوصل طيار كهرابي عن طريق الفحمتين اللي هنا دول لعدو التوحيد اللي قدامي عشان يدخل طيار كهرابي هنا في الملفات مع الرقائق الحديدية ده هيت لما هيدخل طيار كهرابي هيتولد او هيتولد مجال مغناطيسي حوالين الملفات بتاعتي اذا القلب الداخلي الابيض اللي قدام مني ده كله هيبقى مغناطيس مع اقطاب مغناطيسية ثابتة في العدو السابت البرميل الخارجي فكرته زي المرش بالزبط فهيحصل هنا تنافر القطب الشمالي مع شنام مالي هيحصل تنافر فتبدأ تدور المضخة بتاعتي عشان تحرك الريش عشان تقلل الضغط داخليا هنا الضغط هيقل عن الضغط خارج فيبدأ يسحب الوقود بتاعي ويدغطه بضغط عالي ضد الصمام اللي قدام مني ده هنشوفه دلوقتي من الاجزاء نعرف الاجزاء ونعرف كمان ازاي فكرة عمل المضخ يبقى واحد عندي هو غطاء دخول الوقود هنا هندخل هنا الوقود هيدخل من الفتحة اللي قدام مني ده اتنين عجلة المروحة اللي هي دي المروحة اللي هي او الريش اللي هي هتعمل فرق في الضغط او الطلمبة اللي هي هتسحب الوقود من التانكي او من الخزان عشان تضغطه اتنين جانب قناة المضخة اللي هي تلاتة جانب من قناة المضخة دي برضو فتحات دخول عشان تدخل الوقود بتاعي داخل وتضغطه اللون الاحمر ده ده ضغط وقود بضغط عالي تبتعالوا نرف نعرف اربعة كمان اربعة غطاء المضخة او الطلمبة بتاعتي خمسة جسم المضخة بتاعي اللي هو ده اللي باللون الرصاصي وستة المحرك الكهرباء اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي هو نفس فكرة عمل المرش طيب سبعة صمام اللارجوع صمام اللارجوع ده هوت اللي هو اللي قدام مني ده هو عبارة عن زي طبق ورا منه ياي الياي ده ضغط البلف او ده ضغطه جهة اليسار الياي ضغط البلف جهة او الصمام جهة اليسار طيب المضخة لما تشتغل هترفع الضغط بتاع الوقود اللي هنا هي سحبت وقود وضغطته بضغط عالي طول ما الضغط داخل الطلمبة اقل من قوة الياي فالبلف هنا او الصمام قافل هيفضل قافل بالشكل اللي احنا شايفينه ده الصمام اللي باللون الابيض ده ورا منه ياي اهول اللي بالنقطة السودادية ضغط البلف او الصمام على الاعداء بتاعته فمنع دخول الوقود ان هو يطلع من المضخ طول ما الضغط ايه منخفض عن قوة الياي طب ضغط المضخة اصبح اعلى من قوة الياي فهيرجع الصمام بتاعي جهة اليمين عكس قوة الياي هيرجع الياي ده كله كده الوراء مع الصمام يرجعه الوراء وبالتالي الوقود بتاعي يبدأ يخرج ويكمل الدايرة بتاعته في في طريقه طب قال للضغط يرجع لياي قوته اعلى من الضغط فيرجع الصمام بتاعي علشان ما يخليش الوقود اللي عندي اللي دخل هنا في المصورة دي يرجع تاني داخل المضخة تمانية الغطاء النهائي لي اه خروج الوقود او المضخة بتاعته اذا المضخة بتاعته تاني نقول ازاي بتشتغل احنا هندخلها طيار طيار كهرابي من خلال الفرش اللي قدام مني على عدو التوحيد عدو التوحيد ندين نفس فكرة المارش يا شباب بنقول تاني وتالي نفس فكرة المارش دخلنا الطيار الكهرابي الطيار الكهرابي مشى فيه الملفات بتاعة المجال اللي هنا وكمان عندي رقائق من الحديد اللي هي شكل مستطيل اللي قدام مني معزولة عن بعضارة حديدية مصنوعة من الحديد الصلب والصلب عشان بيحتفظ بالمغماطة بتاعتي بيكتسبها بسرعة وبيفقدها ببطر فاصبح القلب اللي قدام مني الابيض ده كله مغماطيس اصبح عندي هنا قدب شمالي وهنا قدب جنوب طب تعالوا نطلع للبرميل الخارجي بتاع المضخة هنلاقي عندي مغماطيس سابت قدب جنوبي قدب شمالي طب شمالي لما ييجي مع شمالي ماهو ده بقى مغماطيس هو كمان الداخلي الدوار شمالي هيجي مع شمالي يحصل تنافر فيقوم يدور العدو الدوار يقوم النقطتين التلامس على عدو التوحيد هنا يعكسه اتجاه الطيار حسب قاعدة فيلمينج فييجي القدب الشمالي اللي جاي بعد منه أصبح الشمالي بقى جنوبي والجنوبي بقى شمالي يحصل تنافر تاني ويفضل يدور العدو الضوار العدو الضوار لما يدور هيدور المروحة بتاعتي أو ريش الطولومبا اللي قدام مني دي وهي لها زوايا ميل معينة فيبدأ يسحب معايا الوقود من الخزان عشان يدخله بضغط عالي هنا أو يعملها حركة ترددية بعض المضخات بتشتغل حركة ترددية تعالوا نكمل الصورة اللي قدام مني دي صورة بخاخ صح الجواب بتاعي أنه هو بخاخ ده بخاخ بنزين نفس فكرة برضو بخاخ الديزل الحديث طب تعالوا نعرف إزاي الأول نعرف الأجزاء بتاعته وبعدين طريق التشغيل أول حاجة عندي هنا عن بيقول لي مرشح أو فلتر اللي هو هنا فلتر عشان الوقود اللي داخل ما يخشش معه شوائب أو رواصب فما يأصرش على الفنية بتاعتي عشان كده بنقول للناس دايما حفظهم على مستوى معين من الوقود في الخزان بتاعك خزان الوقود ما يفضاش لإلا المضخة لما مش هتلاقي وقود تسحبه هتسحب وقود من اللي فيه رواصب من الرواصب الموجودة في قاعد تانكي أو خزان البنزين اللي عندك فيه العربية فهيسحب معه رواصب الرواصب لو الفلتر بتاعي ده مش سليم هتخش الرواصب بتاعتي ويتيجي عند الإبرة اللي تحت هنا أو الفنية وتبدأ تعمل تآكل أو رواصب فتبدأ تخليها مفتوحة أو مش مقفولة بشكل دائم أو مش حبكة القفل بتاعها فيبدأ الرشاش بتاعي سيل وتلاقي العربية بتاعتك بدأت تاكل بنزين أو بدأت تطلع دخيان وهي مش محتاجة عمرة ولا حاجة كل ما هنالك أن الفني أو الرشاشات بتاعتك مش حبكة على الأواعد بتاعتها بسبب أن حضرتك سبت خزان الوقود فضى أو فيه نسبة وقود بسيطة جدا فالمضخة سحبت وقود برواصب من داخل الخزان طيب تعالوا نكمل الأجزاء عرفنا أن واحد هو فلتر أو مرشح الوقود اتنين القلب المغناطيس ده القلب المغناطيس اللي احنا هنديله طيار كهربي عشان يتحول لمغناطيس يعني احنا هندخل في الملف اللي قدامي ده هو هندخله الملف اليمين والشمال هندخله طيار كهربي عشان هو كمان يبقى مغناطيس حسب قاعدة فيلمينج إن أي ملف أو سلك بيمر في طيار كهربي هيتولد حوالي مجال مغناطيس فأنا هدخل هنا طيار كهربي عشان الملف ده يصبح مغناطيس عشان يجذب الإبرة اللي قدامي اللي أسفل المعمولة باللون الرصاصي ده يجذبها الفوق ضد ضغط اليهاي اللي قدامي طب تعالوا بس كم الأجزاء عدو الاستنتاج رقم 3 أهو ده عدو الاستنتاج اللي أنا هسحبه أو أرفعه أو الإبرة بتاعت دي اللي أنا هرفعها هي مصنوعة من الصلبة عشان تتمغنط معايا بسرعة أسحبها أول ما ده يصبح مغناطيس يقوم جذبها الفوق ضد ضغط اليهاي اللي هو عدو الاستنتاج أربعة إبرة الصمام أو إبرة الرشاش الإبرة اللي هي عندي تحت أسفل خالص أهيه يارب بتكون بينا مع الموس دي الإبرة اللي هتقفل مع قعدة البخاخ لما نقول خلاص إحنا مش محتاجين بنزين الإبرة دي بتخش تقفل على القعدة بتاعتها عشان تمنع الوقود إن هو يخرج يدخل غرفة الاحتراء ويبدأ يا السيارة بتاعته تاكل بنزين ويطلع دخان الفيشة بتاعت الكهرباء اللي هتركب هنا أو الفيشة اللي وصلة ليه البخاخ ستة نرجع تاني بس نشوف إزاي البخاخ ده بيشتغل البخاخ ده بيشتغل إن لما بيجي له إشارة من وحدة الكنترول بإن إحنا محتاجين وقود يدخل الغرفة أو الاستوانة بتاعة البخاخ ده لو قلنا إن البخاخ ده مثلا كان في استوانة رقم 3 فإحنا محتاجين دلوقتي والمجبس في نهاية شوت في بداية شوت السحب فإحنا عايزين ندخل كمية بنزين فهيدي وحدة الكنترول إشارة للملف المغناطيسي إذن هيخش طيار كهربي لما يخش طيار كهربي هنا ده هيبقى مغناطيس تعالوا نتخيل لما الإبرة دي تطلع لفوق قبل ما تطلع لفوق وهي بالوضع اللي إحنا شايفينه ده هي عاملة إيه أفلى الفتحة تحت إذن الوقود هو ضغطه عالي لونه أحمر أوه ضغطه عالي لكنه ما بيخرجش ليه لإن الضغط فوق في ضغطه فوق الإبرة لو إحنا شايفين أو فوق الصمام أو عدو الاستنتاج هنا في ضغط وقود وتحت في ضغط وقود لاتنين قد بعض وبالتالي العدو سابت واقف مكانه تعالوا نشوف لما نخلي ده مغناطيس هنرفع ده الفوق لما نرفع ده الفوق هيقفل هو الفتحة دي وبالتالي الوقود كله هيبدأ يروح لفين يدخل تحت الإبرة يؤمي ساعد معي أن هو يرفع الملف أو يرفع عدو الاستنتاج ده الأعلى عشان يخرج البنزين بتاعي من هنا بشكل على هيئة رزاز يختلط مع الوقود بتاعي يختلط مع الهواء بتاعي إذن أنا محتاج الوقود يخرج بصعوبة ليه؟ عشان يخرج على شكل هيئة رزاز مش عايزه سيل مش عايزه ينزل على شكل قطرات كبيرة أو إن أنا بصب ببنزين لا ده أنا عايزه يطلع على هيئة رزاز صغير جدا وبالتالي أنا حطت ياي فوق أهوت الياي اللي موجود ده ضغطه عالي جدا لما أنا بسحب العدو بتاعي أو عدو الاستنتاج ده لفوق أو الإبرة دي الفوق بسحبها لفوق بتتسحب وكمان الوقود اللي نازل تحت بيكون ضغطه عالي والإبرة عايزة تنزل بقوة الياي وبالتالي الوقود اللي هيطلع هيطلع مزرر أو رزاز صغير جدا عشان يختلط به الهوى والوقود بتاعي في شوط السحب كده عرفنا إزاي البخاخ الأجزاء بتاعته وإزاي هو بيشتغل طبعا وحدة الكنترول أول ما تدي إشارة إفتح بيتحول دماغ نصيزة ما قلنا طب خلاص انتهى الوقت اللي احنا عايزينه فوحدة الكنترول بتلغي الكهربا اللي دخلها ليه ملف المغناطيسة ده خلاص ما عادش فيه كهربا اللي يايها يضغط على الإبرة إلى أسفل فييجي ضغط البنزين كمان هو كمان يضغط على الإبرة فتتقفل الفتحة بتاعتي مفيش وقود ينزل غرفة الاحترام امتى بقى يفضل وقود ينزل لو كان فيه رواصب هنا عندي تحت الإبرة فهتخلي الإبرة مش قفل على القعدة بتاعتها كويس فيبدأ البخاخ بتاعي يسيل والسيارة بتاعتي تاكل بنزين والدخ تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده دي وحدة التحكم الإلكتروني في كمية الوقود طب تعالوا نشوف إزاي بتشتغل جهاز التحكم الإلكتروني واحد قدام مني أهو اتنين بيانات التصحيح اللي هي دخلة علشان زي درجة الحرارة كل المعلومات اللي هي بياخدها من الحساسات طيب تلاتة بيانات تصحيح اللي هو بقى الإشارات اللي هيديها عشان يصحح ويدي أوامر للمشغلات بتاعتي في المركبة أو في السيارة أربعة كمية الهواء اللي هو محتاجها بياخد بيانات منها وبعدين المحرك خمسة المحرك بتاعي والبخاخات اللي هي رقم ستة سبعة صمام الخنقة أو القلاب اللي هو ده اللي هيدخل للمحرك بتاعي صمام الخنق أو القلاب ده اللي هو متصل بالدواسة بتاعة البنزين تمانية مصورة السحب وتسعة فلتر الهواء عشرة مصورة ضغط منخفض ده مصورة الضغط المنخفض اللي هي باللون الأزرق وفيها أسهم باللون الأسرق إحداشر خزان الوقود أهوت إتناشر التولمبة بتاعتي تولمبة الوقود و13 فلتر الوقود و14 منظم ضغط الوقود اللي هو هيحافظ على ضغط سابت في المنظومة بتاعتي أو في دائرة الوقود دائرة التوريد هيحافظ على ضغط سابت للوقود بتاعي مصورة التوزيع اللي هي 15 أو المصطرة تمام و16 مصورة الراجع اللي هي هترجع لي الوقود الزائد عني عن الحاجة إلى خزان الوقود بتاعته طيب نكمل بيقول لي أكمل العبارات التالية للتغلب على عملية التجمد للغاز الطبيعي التجمد للغاز في منظومة الغاز الطبيعي في منظم الضغط يتم توصيل هنوصل إيه اللي بيحصل إن أنا بنزل الضغط بتاعي من 220 ل1 بار قولناها النقطة دي في بداية الحلقة طيب اللي هيحصل فرق الضغط العالي ده هيعمل تكسيف هيعمل برودة فهيحصل تجميد للغاز الطبيعي بتاعي فأنا مش عايز التجميد الغاز ما يحصلش التجمد أنا عايزه على هيئة غاز علشان يبدأ يختلط بالهوى بتاعي فالشركات فكرت في إن هي تتغلب على نقطة التجمد دي بإن هي توصل توصيل دائرة التبريد بتاعة المكنة على نظام الغاز الطبيعي ليه؟ إذن إحنا هنا هنوصل المنظم بماء التبريد بتاع المحرك درجة حرارة المحرك طبعا مرتفعة فالمواسير اللي هتخش أو المية اللي درجة حرارتها تقريبا فوق التسعين هتمر حوالين منظم الضغط فهتمنع التجمد اللي بيحصل ده التجمد ده لو إحنا سيبناه مش هيحصل عندي تشغيل أبدا ولو فني مش فاهم وبيركب منظومة الغاز الطبيعي في سيارة ومركبش خط المية أو نظام التبريد دخله على منظم أو عكسه حتى لو عكس المية دخلة بتخش فيه منظم الضغط بشكل معين في المنظم لو إحنا عكسنا المية بتاعتي مش هتعمل تبريد مش هتعمل تحمية أو تسعين فهيحصل عندي تجميد وبالتالي السيارة بتاعتي مش هتشتغل بنزين خالص إذن الشركات تغلبت على نقطة التجميد لإن أنا بقلل الضغط من 200 بار أو 220 بار لواحد بار فبيحصل عندي عند المنظم هنا تجمد للغاز فإحنا عايزين نتغلب على التجمد فهنعمل إيه جبنا المية الحارة أو المية السخنة الموجودة في منظومة التبريد في المحرك يا طبعا درجة حرارة فوق التسعين فمنعت التجمد ده فلازم كمان وأنا بركب منظومة الغاز أنا كفني سيارات وأنا بركب المنظومة لازم أكون واخد بالي من اتجاه المية هتدخل في المنظم إزاي والخارج بتاعي عشان لو أنا ركبتها عكس هيحصل عندي تجمد وبالتالي السيارة بتاعتي مش هتشتغل طبيعي مش هتشتغل غاز طبيعي هتشتغل بنزين زي ما هي تعالوا نكمل المقطة اللي بعد كده بيقول لي يتكون نظام الغاز الطبيعي في المحرك من؟ احنا لسه قيلين منظومة الغاز الطبيعي شايفينها في صورة دلوقتي حالة تعالوا نشوف بتتكون من ايه المنظومة بتاعت الغاز الطبيعي تكون من الاستوانة اللي هي رقم واحد الاستوانة بتاعت الغاز اللي هنعبي فيها بعدين المواسير بلف الشحن اللي أنا بشحن منه ومنظم الضغط وجهاز الخلط والصمامات وجهاز التحق دي سبع اجزاء لمنظومة الغاز الطبيعي كمان عندي صمام اللي احنا بنقول عليه مجموعة صمامات اللي هو عند الاستوانة لو أنا عايزة اقفل الاستوانة خالص وبلف الشحن ده اللي احنا بنشحن منه في محطات الغاز الطبيعي تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده بيقول لي وظيفة حقن وقود البنزين هي عندنا ثلاث نقاط مديني ثلاث نقاط ده ممكن يجيلي سؤال في الاختبارات وظيفة حقن وقود البنزين هي واحد حقن الوقود بتزريد كمية مع الهواء المسحوب يعني احنا هنعمل وقود هنخلط الوقود بتزرية مع كمية تناسب كمية الهواء المسحوب تمام دي وظيفة حقن الوقود ونظام حقن الوقود ليه مميزات طبعا عن نظام الكربيراتير القديم علشان هنا الميزة فيه ان هو بيتحكم في كمية الوقود اللي هتتخلط بالهواء بالضبط وبالتالي نظام حقن الوقود اوفر بكتير جدا من نظام الكربيراتير القديم النقطة رقم اتنين نسبة الخلط بتكون في كل الظروف مثالية من مميزات او من وظائف حقن وقود البنزين ان هو بيخلط الهواء مع البنزين في كل الظروف بنسبة مثالية في اللا حمل والحمل الكامل والعربية بردة والعربية سخنة كل الظروف هو بيديني نسبة خلط مثالية نسبة واحد الى اربعتاشر وسبعة من عشرة طبعا زي ما احنا عرفنا ان فيه شركات طورت الموضوع ووصلت نسبة الخلط دلوقتي الواحد لخمسين ايوة ما تستغربش فيه شركات في سنة 2019 وهي شركة وحيدة على مستوى العالم وصلت نسبة الخلط لواحد الى خمسين وكمان ما بقاش فيه بوجيه فيه السيارة البنزين ابحث في الموضوع النقطة رقم ثلاثة تقليل المواد الضرة في العادم النقطة دي انا عايز يعني عايزين نتكلم فيها باستفادة شوي بيقولي وظيفة حقن وقود البنزين النقطة رقم ثلاثة تقليل المواد الضرة في العادم تعالوا هنا نعرف النقطة دي واضرارها نواتج الاحتراق عندي بتخرب بالذات محركات البنزين ومحركات ديزل بتطلع اول اكسيد الكربون لو كان نسبة الخلط مش مزبوط طيب عشان كده احنا عملنا نظام حقن الوقود عشان يديني نسبة خلط مزبوطة وبالتالي ما يخرجش عندي اول اكسيد الكربون لان اول اكسيد الكربون غاز سامي جدا على الطبيعة وعلى الانسان وضر جدا بطبقة الايزون لما احنا نخلط الوقود بالهوى بنسب مثالية يبقى الله يخرج عندي او نواتج الاحتراق عندي هتبقى ثاني اكسيد الكربون وساني اكسيد الكربون هو غاز مش سام زي اول اكسيد الكربون اذا نظام حقن الوقود نظام يتميز عن نظام الكربنتير في النقطة دي واحنا لازم ناخد بالنا من موضوع عوادم السيارات لان هي اللي غيرت المناخ عوادم السيارات مع عوادم المصانع مع ان احنا ما بنحفص على البيئة بكل الاشكال لما الدولة تقول ان احنا عايزين نحول لغاز طبيعي يبقى المفروض كلنا نلتزم لما الدولة تقول ان احنا بلاش نحرق اش الرزة او المصانع او الناس اللي بتعمل مصانع بشكل معلهوش رقابة عشان نحافظ على البيئة ده كله عمل التغير المناخي لمصر وخلى الجو عندنا في مصر مش الجو اللي احنا عارفينه اصبح درجة الحرارة عندنا مرتفعة جدا فاحنا لازم ناخد بالنا من نواتج الاحتراق بتاعت السيارة بتاعتي لو انا عندي لو انا شايف دخانة في السيارة بتاعتي انا محتاج اروح لمركز سيانة على طول او انت كفني سيارات محتاج تقول اللي انت تعرفه او اللي انت شايف السيارة بتاعته شغالة بشكل مش طبيعي تقول له اتفضل حضرتك اعمل سيانة للسيارة بتاعتك او روح لمركز سيانة بيقول لي من مميزات حقن وقود البنزين هي عندي اربع مميزات تعالوا نعرف اول نقطة استهلاك وقود اقل اكيد ليه لانه هو هيد وقود على حسب الحمل وحسب الهوى كمية الهوى المسحوبة وصرعة المكنة بيحسب حاجات كتيرة جدا من خلال الحساسات الموجودة في السيارة بتاعتي وبالتالي هيد وقود يناسب الظروف اللي هو زروف التشغيل اللي هو ماشي عليه النقطة رقم اتنين قدرة اعلى مع سعة حجمية اقل يعني انا قللت وصغرت حجم المحرك قللت حجم وحجم وقطر الاستوانة يعني خليت المحرك بتاعي صغير وبالتالي كمان اداني قدرة عالية يعني الاستوانة زمان في محرك الكربراتير كانت بتبقى كبيرة والمحرك بتاعي كبير ويديني قدرة مثلا 1600 سي سي او مثلا كام حصان اما هتلاقي محرك تاني صغير جدا بس يشغل بنظام الحقن الالكتروني ويديني قدرة اعلى بكتير جدا من نظام الكربراتير توزيع الوقود بشكل افضل طبعا نظام حقن الوقود بيخلط الهوى مع الوقود بشكل افضل داخل الاستوانة بتاعتي نقطة رقم اربعة تحسين ادارة المحرك على البارد بيخلي المحرك بتاعي يشتغل بدل مكان بيتعبني في التشغيل على البارد مع محرك الكربراتير دلوقتي اقدر اشغل لان هو بيخلي المخلوط بتاعي غني اوتوماتيك لما جا شغل في بدء التشغيل تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده بسرعة عشان وقت حلقتنا بيقول لي انقسم حقن وقود البنزين الى حقن مباشر اللي بنسميه جي دي اي وده بمكتوب على المحرك بتاعك عشان لما حد يسألك الكلمة بتاعة الجيد اي دي او الحروف اللي مكتوبة على المحرك ده معناها ان المحرك ده حقن مباشر ويعني ايه حقن مباشر يعني البخاخ بتاعك على الاستوانة مباشرة مش في المصطرة لا ده داخل الاستوانة مباشرة وده طبعا بيوفر كمية بنزين بشكل افضل بكتير جدا لكن نواتج الاحتراق بتاعته لسه فيها كلام بعض الشركات عدلة ونظام حقن غير مباشر تمام يبقى انا حقن الوقود عندي يا اما حقن مباشر يا اما حقن غير مباشر النقطة الاخيرة اللي هنتكلم فيها بيقول لي ينقسم حقن وقود البنزين الغير الحقن الغير مباشر هو حقن مركزي وحقن لا مركزي وحقن متعدد وحقن بنقطة منفردة وحقن متقطع وحقن مستمر دي الاجزاء او الحقن الغير مباشر بينقسم الى عدة الاجزاء اللي احنا شفناها للأسف وقت حلقتنا بينتهي قبل ما نخلص الدرس بتاعنا لكن ان شاء الله في الحلقات الجاية نكمل في نهاية حلقتنا بتمنى ان ربنا يكون وفقني وقدر توصل ليكم معلومة وبتمنى ان ربنا يوفقكم يا رب العالمين في الاختبارات اللي جاية وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته